الآن نرحب بضيفنا من أوهايو خالد الترعاني الباحث في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية أهلا بك معنا سيد خالد أولا هل أنت تعتقد بالفعل أن جو بايدن يستطيع أن يوقف هذه الحروب في الشرق الأوسط قبل أن يغادر؟ نعم أخي تحية لك ولمشاهديك وشكرا على الاستضافة أنا أعتقد أن رئيس جو بايدن الذي لم يستطع أن يفعل شيئا على مدى الـ 12 شهرا الماضية لا أعتقد أنه سوف يستطيع أن يفعل شيئا وهو الآن في النفس الأخير في الربع ساعة قبل منتصة في الليل كما يقال من رئاسته عندما كان الرئيس جو بايدن بكامل قواء السياسية وكامل قواء العقلية لم يمنع بن يمن نتنياهو من أن يشتاح رفح بالرعو من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بأنه رفح خطا أحمر الآن رأيناه بأنه عمل أو قام بإجراء لقاء صحفي في البيت الأبيض في الشهر السابع من هذا العام وقال أنه توصل مع بن يمن نتنياهو ومع الإسرائيليين إلى صفقة لوقف إطلاق النار ولكن الذي رأيناه هو أنه لم يستطع أن يمرر هذه الصفقة وعلى العكس تلقى صفعة من بن يمن نتنياهو مرة بعد مرة وليست مرة واحدة ثلاث مرات كان هناك صفقات لوقف إطلاق النار عسكر فيها وليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالإضافة إلى وزير الخارجي أمثنب لينكن وعملوا جاهدين على أن يصلوا إلى صفقة ولكن الذي أفشلها بن يمن نتنياهو ولم يتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن أي إجراءات ضد نتنياهو بالرغم من أنه في بعض الأوقات كان مناسبا له أن يتخذ إجراءات لم يكن في اتخاذ أي إجراءة مخاطرة انتخابية أو غير ذلك لرئيس جو بايدن ولكنه اختار أن يكون رئيسا ضعيفا وأن ينهي وأن يختم هذه الـ 52 سنة من حياته السياسية أن يختمها بعار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزي طيب وبعد رحيلها سيد خالد هل ترامب فعلا يستطيع أن يوقف هذه الحروب فقط بكلمة؟ لا أنا لا أعتقد أن ترامب سوف ينهي هذه الحروب لا بكلمة ولا بكلمات وإنما سوف يتعامل مع الموضوع كما تعامل معه جو بايدن ولكن الرئيس ترامب متوقع أن يكون أكثر صلابة في التعامل هذا من جهة ولكن عندما آئت الموضوع لدولة الحروب ما الذي تعني هنا كلمة الصلابة سيد خالده؟ هنا نقول أن الرئيس ترامب سيكون أكثر صلابة ماذا تعني هذه الجوة؟ نعم ما أعني صلابة هي صلابة كشخصية كإنسان متمحور حول ذاته أنا متضخمة نرجسية الشخص الذي يتميز بهذه الصفات يكون عنده صلابة ليست بالضرورة صلابة إيجابية وإنما قد تكون صلابة سلبية يعني فهمت ولكن سيد خالد اسمح لي هل يقبل مثلا ترامب بفكرة حل الدولتين مثلا؟ قد يقبل بفكرة حل الدولتين يعني أنا دعني أنتقل قليلا من أنه هذه الصلابة لا تعني أنه سوف يكون صلبا بتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي الإشكالية التي سنواجهها مع ترامب هو أن الفريق الذي أتى به في عام 2016 قد لا يختلف كثيرا عن الفريق الذي سيأتي به في 2024 فيما يخص الجانب الفلسطيني أو الشرق الأوسط بمعنى يعني عندما اختار كل هؤلاء الثلاث آلاف موظف في البيت الأبيض لا تنسى هذا يعني عندما اختار فريق واختار فريقه من كل الأطياف عندما أتى الموضوع إلى الشأن الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي اختار مجموعة من الأكثر تطرفا وأكثر يمينية الذين يتماهون مع بن غفير وسموتريتش ولذلك الآن هناك مستوطنة في فلسطين المحتلة تسمى على اسم دونالد ترامب هذه الإشكالية تضع الوضع الفلسطيني وضع استثنائي فيما يخص رئاسة ترامب بمعنى ترامب قد يكون صلبا قد يكون عنجهيا قد يكون لا يكره الحروب ولا يريد لأمريكا أن تتبرع بمزيد من الأموال للحروب المستمرة في كل مكان في أوكرانيا وفي أماكن أخرى عندما يأتي الموضوع لدولة الاحتلال الإسرائيلي هناك استثناءات إن كان في التمويل وإن كان في الحروب وإن كان في إنجاز السياسات الخارجية لذلك في الحقيقة لا أتوقع أن يكون هناك اختلاف فيما يخص الشأن الفلسطيني بكل أسف يعني أقول هذا متألما في الحقيقة هل لديك تفسير يا سيد خالد أن الجميع الأطراف المتصارعة المتحاربة المتشابكة ترى أو تنتظروا خيرا من نفس الرجل بمعنى في العالم العربي الصوات تقول إن ترامب بحسمه وشخصيته يستطيع أن يفرد حلا سريعا لوقف هذه الحروب إيران تقول كذلك إن التعامل مع ترامب ربما يكون أسهل في التوصل إلى صفقات طويلة الأمد روسيا يقولون كذلك لبنان تعاول عليه بينما إسرائيل أيضا يعني أيضا الاحتلال يقول إذا ما جاء ترامب نستطيع أن نعمل ما بدى لنا وسيترك لنا الزمام وهكذا هل لديك تفسير؟ نعم يعني كما ذكرت لك بالنسبة للموضوع الأوكراني أعتقد أنه سوف يكون متماهيا مع بوتين في الموضوع الصيني سوف يكون أيضا بنفس الشخصية وبنفس الوعود التي وعد بها من ناحية دافع الضرائب من ناحية الحماية هو من النوع الذي يعني يريد أن ينعزل نوع من السياسة الإنعزالية إلى حد ما يريد أن يحمي الصناعات الأمريكية قد يعني قد يخطوم بكل هذه الإجراءات عندما يأتي الموضوع للاحتلال الإسرائيلي وهو قال ذلك يعني هو نائب المنتخب جيدي فانس عندما سئل قيل له أنك تريد أن لا تمول هذه الحروب في كل العالم قال ولكن إسرائيل هي استثناء وأنا أعتقد أن هذا الموقف سوف يكون وهو أيضا موقف ترامب أعتقد أنه سيتمهى كثيرا مع نتنياهو ويعطي نتنياهو ما يريد ولكن يعني كعب أكيلي في هذه المعادلة هو المقاومة الفلسطينية والمقاومة في لبنان إذا أصبحت هذه الحروب مكلفة على الولايات المتحدة وأيضا على دولة الاحتلال الإسرائيلي فلا أعتقد أن دونالد ترامب سيكون لديه الكثير من الصبر سيقول لنتنياهو أني هذه الحرب أنا لا أريد هذه الحرب أن تستمر كثيرا ولكن لو أن نتنياهو كان قادرا على أن ينهي هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني في جنوب لبنان أو ضد الشعب الفلسطيني في جنوب فلسطين في غزة أو ضد الشعب اللبناني في جنوب لبنان لو كان قادرا على أن ينهي هذه الحرب لأنهاها إذن لا أعتقد أن دونالد ترامب سيعطي نتنياهو أي شيء لم يعطيه له جو بايدن لذلك لا أعتقد أن المعادلة ستتغير إلا بقدر ما أن هذه حرب استنزاف ضد الشعب الفلسطيني وقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية وهذه نبادة الجماعية بالمناسبة فقط سيد خالد وأنت تظهر معنا وحادتك معنا على الهواء نبط بجانب صورتك صور أخرى لسلسلة مجازر تعرض لها قطاع غزة اليوم أو بالأمس يعني بالأحرى في الخميس سيما في الشمال يعني وبالفعل هي صور قاسية وهنا السؤال هل هناك محطة إعلام داخل أمريكا واحدة على أقل تقدير تبط هذه الصور تنقلها؟ لا بكل أسف يعني واسمني أن أقول لك ليس هناك ولا محطة واحدة في الولايات المتحدة قد يكون باستثناء محطة لا يشاهدها إلا تقدميين تسمى ديموكراسي ناو الديمقراطية الآن التي تنشر هذه الصور عندما تنشر هذه الصور بكل أسف هي تكون على شكل ساندويتش هي من هنا يكون خبر يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وكيف أنه يحاول جهده وكيف أنه دولة ديمقراطية ومن هذه الجهة من الساندويتش يعني يضعوا أن هناك محتجزين ويتحدثوا عن تاريخ ميلادهم وهواياتهم وصديقاتهم وأصدقائهم وقضيتهم العائلية وفي المنتصف يعني يأتي أن هناك قصف على فلسطينيين وأن وزارة الصحة التي تديرها حماس دائما عندما يتحدثوا عن الشهداء الفلسطينيين يقولون قتل عدد من الفلسطينيين استنادا إلى وزارة الصحة التي تديرها حماس يعني أنت يجب عليك أن تشك بهذا الخبر بكل أسف هذا التماهي التقريبا شبه الكامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على مستوى الإعلام الأمريكي وهو ظاهرة مزمنة وظاهرة لا يوجد فيها استثناء إلا القليل ولكن قلنا هذا ونقول أن الإعلام الموازي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقدرة على إيصال الصورة بدون فلترة